طبعا ده مش اعلان بس انا بجيبها مطحونة يعني من عند اي حتة حطيت منها انا في البرتغونالد بتاعتي وفي عندي لسه في الكيس تقدري ان انتي لو عايزة تحفظيها المدة طويلة تقفليها وتحكميها قوي وتشيليها في الفريزر عشان ما تسويسي لو هتجيبي منها كمية ده بيكون شكلها الكمية اللي مطلوب منك على حسب وزنك يعني لو عندك مسائل ورا ومسائل قدام كتير ده هينزل المسائل بسرعة الملعقة الوحدة من دي تحطيها في برطمان وحوريكي حالا وبص كده لاتصحافة بيك يا مهون 3500000 يلا 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 بزور القاتونية يا بنات هيا بنا نبدأ في بزور القاتونية حاول بس افتكر حاجاتي في حاجات كمان ناقصة في بيتي المفروض ان انا انزل اعمل شوبنج بس لسه مقدرش اخرج الشارع ناو واند ادوغ اوكي هنقول بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي هنا قدامكم كده على كورسي العتيق بتاع ابي من السنين ده والرقناية العتيق بتاع ابي دي اللي لسه ما فوق الهاش تعرفين الايام دي انا بفوق المطبخ عشان كراسمس بس انيوي مما خير فا هعمله هاخد ملعقة ممسوحة ملعقة واحدة ممسوحة تقدري تضبلي و تضبلي مياه هحطها هنا تمام وهحط عليها ممكن على حسب لو عاوز اتغيري طعمها لو عاوز اتغيري طعمها لو عاوز انتي تغيري طعمها وتقدري تستعملي ماء الزهر على فكرة لو شربتي ماء الزهر يفكر الي وشك ينور من جوه قبل بره اما انتي يا كائبة يا بيت اليورمة هتافضلي زي ما انتي كائبة ومرة اخيرك قد كده وغدودك قد كده وزدرك قد كده ووظتك تتحكي تضحكي وتقولي هههههه يعني شو 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 ولا كلمة ولا كلمة هفوق عليها حسنت اتناني هتحطي على الملعقة بتاعة البدرة القاتونية بدرة القاتونية بالقاف هتحطي عليها بما يعادل نسكو بيت مية او نصكو بيت ماء ورد او نص ونص لو او عندك يعني الحياة غالية ودة غالي انا هرايحك انا هرايحك نص ونص يلا وق arg دي عشان ليعمل طعمه حلو اليها فهمه مية عدي اوكي نص مية ونص ماء زاهرة وماء ورد اوكي مية ونص ماء زهرة وماء ورد يلا زل ما بعمل وحانزل نص مية اهي نصكو بيت على ملعقة تقدري تعملي ميا دافية تقدري تعملي ميا سعى السحر بقى فينا السحر هنا في المادة بتاعت دزور القاتونية مادة لازجة كل لما بتقعد كل لما بتدخل يعني ايه؟ يعني مثلا هنقول دلوقتي انا حطيت معلقة واحدة بس اه امامك قصي التخانة بتاعته عمل زي المهلبان اللي بتتقل ورحته مواردة حلوة قوي والميا وهي بردة بتخليه ما يكلكعش منك والميا وهي دافية بتخليه يدخن قوي زي ما شفتي في الاخ ده ده الخزين بتاعي ده هو ده بس ده بعد لما بخزنه واخد منه علشان طول اليوم يعني كورة كورتين ثلاثة انا عاملة هنا ثلاثة كوبية هو ده هو ده بزر القاتونية بعد لما بتقعد اثنان واشر ساعة او من بالليل للصبح هو ده اهو اهو المادة الجيلاتينية دي الامام الكاميرا دي هي دي المفتاح حشد خستي شفلة الورمة من الازلس ايوه هي دي هي دي ما علينا انا غسل ايدي كويس جدا ومعقب ايدي وبعدين بحطها في الثلاجة وعليك وعلى قول ما كي اختي ياس وهنا بعد لما رغيت معيكو وسبتها اتحولت امامك بماية ساعة عادية وماء ذكر اتحولت لجيلاتين ساحر رهيب جبار اهو معلقة واحدة بس على نص كوبية مية بمنطقة البساطة واسهولة تقداري تخسي ولو حسيتي ان هي عايزة مية تضيها مية كل ما تضيها مية كل ما بتعلي كل ده من ملعقة يا ابي اه شفتي دورتلك على ارخص حاجة تخسسك وتخسسني اهوه ناو هحط شوية مية كميان عليها دلوقتي علشان ازود الكمية كل لما بتشرب كل لما بتتقل كل لما بتعلي ياس الزئية يا عمي ناو الجلاتين الجوه ده من اكتر الانواع الى الى الان الى الان ما فيهاش اعراض جنبية وسألي طبيب او مش مصدقاني اما البحث على الخنوات او الصفحات اللي ممكن تاخد وصفتي وتكتبها اصلا ولما بتقلبيها يا امي بتقلبيها 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 بتشرب المية ياس اي راجل عنده كرش كرشك هينزل من ملعقة واحدة اي سات عندها هنش ارداف مؤخرة بززات اي حاجة اي حاجة هتخلص بصي تعمها ورحيتها ماء زهر خالص من الشواء صغرين اللي لديهم في الاول بدون سكر ولا حاجة انتي كده عمانتي خزينك من ملعقة واحدة في بارتهمان زي ما انا عملها من شوية وظلطت منه حيطة اهو امامك ايش اللي تيني السحر الاخاص ده اللي كل لما تدينه مية يعلى كل ما تدينه مية يشربها اوالله فضلت كذا يوم اجرب معاه كذا حاجة ده ده انا عادت مع الزبوع ده ثاني اهو ده كمان لسه مقعدش لما بيقعد بيبه زي ما انتو شايفين الاول تمام وبعدين وبعدين وانتش قاعدة باقتصار حس ان انتي هترهتازي تاكلي بالليل يعني نصيحة طاعتي لكي كست بيت عادية جدا ممكن تحسي مثلا فجأة بجوع ياس ممكن تعمليها بشوية حليب جثهنت بدل ماء الزهر وبدل الماء لو عندك لو عندك امكانيات ممكن تعمليها وطول ما انت قاعدة تغذي منها وتزلطيها مش لازم تندغيها اه شفتي بتتحلل جوه هي مع الماء ده عندك بتتحلل هذا هو السحر من ملعقة واحدة هذا هو السحر من ملعقة واحدة مشيتي عليها لمدة شهر من ثلاث ملعقة لست ملعقة في اليوم هتنزلك البطن والارضيف هتخذي حبيتيها وحبيتي تكسبي منها حاجات تانية خليكي معي اه اوح تقلبي لو في حد من هنا عدة دلوقتي وبيقلب انت شافني خليك خليكي لان انا النهاردة هديك حاجات رخيصة جدا تقدر تستخدمي منها في كل الحاجة صراحة المحلبية دي انا بتكلم واسابها ترايح خنس انا يعني المحلبية دي اللي من البذور القات القات نية مسكت روحنيات اه شفتي هو ده الفرق اللي انا كنت عايزة اوره لكم امام الكاميرا دلوقتي صحية الصبح ياس عملتي ناس كافي بتاعك وابتديتي تفوقي وتشتمي في العيالة لشان يقوموا ويروحوا المدرسة وخلاص فاضيتي لنفسك افتكري بذور القاتونية بذور القاتونية من الحاجات اللي هتديكي نتيجة مع قثرة الاستعمال انا هنا انا جيت دخلت المطبخ لقيت بطرمان في التلاج اهو ختمانه كورة اهو ده الخازين بتاعي انا لقيت فيه او اللي غوازت فيه اهو انا حاكله اهو كورة لا هاتي بتاعت الكلب اهو هاتي هاتي مش عايزين فرقة عن نهاردة ولا ترتاشة بسم الله الرحمن الرحيم هيخذ منها حبة من الخزيئ بتاعي اهو كورة حلوة كبيرة محترمة موية اهو في بولة بتشتغل بايدها ياعع انا اللي هحطاها مش انتي انتي عمالي بمعلقة ولا يهمك خذي معلقة تلك بلاده ولا يهمك وزوري قاطونية نبتدي ونقول بسم الله هيهادي بسم الله الرحمن الرحيم على حبايبي واخواتي ونبتدي نجيب الصبارة بتاعتي اللي كنت سايباها تنازل السمة بتاعها اذا مش متاح تقدر تستعملي الصبار الجل العادي ولا اقول لكم يعني اخد منها حتة من كنت هستعمل بتاعي بس اما عايزة حتة من دي عشان تبقى حلوة الصبار مادة مائية ودي بتشرب ماء تركزوا معي لشان الشغل ده فعلا انا عملته وجاب معي نتيجة الصبار ده الماسة البيضة او اللقلو الابيض الصبار ده مادة مائية وزور الكوتاينة نوع القاتونية لما بتاخد المية بتاعلى وبتتحول لحاجات كتير هنحول العفريد ده للوقتي جلا جلا وناخد جل الصبار المتاح اجزخانة او فرش اذا كان للشعر اتمنى ان انتي تعمليها فرش اذا كان للبشرة ممكن البديل لو حبيتي بمنطه البساطة ازراعي صبارة وحطيها في البركونة او في التراس بتاع بيتك حتى بمعام سبعين اهين اوكي تمام اتعيع حيطة نونو ونزلي بيها فوق بزور ارقاط ونية بالزبط كده سبعين وابتدي قولي صاحبتك والاختك والبتة عمك ان احنا بنعمل حاجة للتخصيص وحاجة تانية هنعملها للبشرة وفي حاجات تانية مهمة برضو للبشرة من معلقة واحدة بس من بزور القاط ونية هنضرب نار تطلعي المدفعية يا ما عندكش في الكب ما تطلقيش يا وضربي مكوناتك المائية مع بعدياتها مع معلقة واحدة بس احنا ما حصلناش ربع معلقة في الحالة دي ضربي معامل اتنين فطاح في البولة دي من ارخص ما يكون لكن اغنى فيتامينز واعلى تغذية للخطوط التعبيرية في البشرة اه ده بربور تاني ايوه هوا ده انا حولت كورة لبربور لا ريفك اندي يقرف امك يا بس بس خلاص البربور مادة ساحرة طلعت امامكم دلوقتي من بزور القاتونية ها هي امامكم ها هي ها هي ها هي ها هي لغة عربية ها هي امامكم بتعملي ايه يا ابي هتطلع ماسك ما حصلش ما يكلفش حد حاجة ويديني نتيجة جبارة ها هي ايوه تعالي ترويش لحد اللي بيهم كويس اوي ما بعضياتهم عشان هذا اكادي ان الصبار بتاعك عندماك عند باس باس ولغوص مع القاتونية ده يا لك لما بنعلبه شايفة ده مش بزور كتا ده بزور القاتونية بربور قطيت بس لانه ابيض ها هي ولا كلمة مين بيشوي سمك في مصر؟ مم؟ مين؟ ها 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 مين يعرف الردة او نخالة الدقيق؟ انا مش عارف اجبالكم صح بس دي الردة نخالة الدقيق الردة اللي بنشوي بيها السمك الردة اللي بيخبزوا بيها الخبزة ولايش؟ الردة احدا يا ابي ياس ما بياس ارخص حاجة خلاص احنا اننا متفقين الدنيا غالية عندما ولع حريق اقاه يا ود يا ولعا هاته ملعقة معيارية من الردة واحدة دولة اثنين بس انا هاخد واحدة بس خلاص اهي تمام؟ هاجيب عليها مية 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 بمنتهر بساطة قادش مية حدش مية على الردة اهي ده اتي مش هتكلفني حاجة خالص يا ابي ياس ياس يانا يالغلقة يانا يالغلقة مية الليبي الردة بتاحتك ده هي النورد بصي على فكرة برضو لو اوزة تخسي لو اوزة تخسي كوباية الردة دي تقداري تضربيها في الخلاط مع كوباية زبادي وهاته شباعي وهتخسي وهتحس انك واكلة خروف حتى اللي والله هاتش باس بوسا وحشاتني ياس عشاتني موت ناو هعمل ايه بمية الردة دي يا ابي هجيب مصفايا نونو ديقة هبا بقى تعالي وهاجي هنا هنا فوق الخالطة دي اللي ما فيهاش اي تكاليف خالص وهاخد منها شوية محترمين من مية الردة المية فقط فوقها خلاص والباقي اشربية بتشبع بتنزل جاو مع ميمة كتنجة تنفش وقلبي مكوناتك ده هيا مع بادياتها مية الردة مع بزور القاطونية وتعالوا معايا نحتفل برجوع ابي لندن ووكر ونعمل ماسك جديد من الخميرة ومعاكم ملكة الخميرة اولاد اللعبة مع الكبور ونبتدي ننزل باول ملعقة من الخميرة اليابسة الفورية يبقى انا كده ما عملتلكيش حاجة مكلفة تماما وابتدي اقلب مع مية الردة مية الردة مفيدة جدا للبشرة بزور القاطونية مفيدة جدا للبشرة هتحسي ان هي عايزة منك ملعقة كمان اديها هما اتنين دايما في وصفة ابي لندن ووكر للخميرة بتكون ملعقتين وقادي الملعقة التانية من الخميرة ايما مساء الكبيرة تغطى غلط ادرب نار وابتدي دوابي الخميرة بتحتك اي ست بيت عندها خمير اي ست بيت عندها ردة صح؟ اي ست بيت تقدر تشتري بزور القاطونية غنية بالجيلاتين هتاخذي مني ماسك؟ هتدعيلي عليه ودايما لما ابي بتغيب بتعمل اي اولاد بتعمل شغل صح مدروس اوالله ادربي خميرة بتحتك مع بزور القاطونية مع صبار اوالله اريحي اريحي هتلاقي الخميرة بتحتك مع مية الردة لونها بيفتح احنا هنخبذ على وشين اوه انتي مالك انتي مالك انتي انا قاعدة ااكل وشي اللي اقالي اسبوع وانلاقيته حلوة اوالله انا اقول لصحابي شغليل بس 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 اللون يا بنت اللذيلة يا عبي ياس بابي ياس احلى ماسك خميرة هتاخديه بالست دين النهاردة مية الردة مع معلقتين خميرة مع كورة في كاف ايدك من خزينك من بزور القاطونية مية ايه يا ولايه انزال مش هاي دي اللي خدنا منها من شوية وكاد صايحة ايه زالي مش هتنزل لازم تقطعيها بايدك وتعاكي تلحاسي صباعك هاي دي هاي دي هاي دي هاي دي سلاحي يا امرأ للمسك وللبلع اتنين في واحد شغالي بقى شغالي مية اهلا انت محتاجاه يا ابي محتاج المادة الزيتوتية المتاحة مش مشكلة لكن اساسية لان الخميرة بتديكي نفخ للخطوط التعبيرية غنية بالزنك مع مية الردة هتعمل الجفاف يا عفاف في البشر فلازم تعملي حسابك ان انت تحققون عندك نقطتين كابسولة فيتومين اي مثلا كابسولتين على الكمية الرقبة والوجه نعم الجيلاتين اللي بيخرج من بزور القاتونية حيشد بصي شايفة ماسك الخميرة الجديد بزور القاتونية مع مية الردة مع ملعاتين فقط لا غير من الخميرة كمية على حسب مزاجك انا بوريكي في الفيديو لسبب مهم جدا عشان انت لما بتشاهديني بتفهمي التغيير في الحالة الاولانية والحالة التانية فيه ناس مالهاش تقطع مقول لها اطلعي برا مش عايز تعلمي الصح انت حر واشتري جالز بصي لا عايش على لزايك بصي كده دماجي ماسك الخميرة الجديد السهل البسيط اللي تقدري تعملي منه كل اللي انت محتاجاه تقليل التجاعد تفتيح البشرة ترتيب البشرة نضارة من بزور القاتونية حقيقي بجده هتلاقي نتيجة حلوة قوي هتحتاجي كابسولتين على كمية الوش والرقبة من فيتامين اي وزو انت ريحو فيتامين اي اتنين تلاتة على مزاجك مافيش ما تطلعيش تقدري تستعملي نقطتين زي الزتون ياس مافيش ما تطلعيش تقدري تحطي نقطة زيت جوزهنت مافيش ما تطلعيش تقدري تحطي زيت السمسم زيت السمسم للبشرة نقطتين ثلاثة فوق الوصفة هقرب للكم وحوريك زيت السمسم والنقطتين هم امامك مش كتير مش كتير عايزة تخليه غني وريتش وفعال عليك وعلى ا فيتامين كابسولة غذو عند رايحو فيتامين ا كده كده انت عماتي ايه بقى دلوقتي انت عماتي المواد المطلوبة منك حاليا اللي هي بس صبار اساسا بيشد البشرة وبيعالج الحبوب اللي هي اصلا اصلا الخميرة الغناية بالزينك هدي ماسك الخميرة السهلة الرخيص الجديد اللي زي اي ست بيت بحاول ان انا اشوف المكونات بتاعتي بالشكل ده دلوقتي هتطلعي جوزك من الدولاب وتخذي منه ملعقة كبيرة من الناشا وتلمي كلهما بعضياتهم الناشا هيساعد الصبار في انه يفرد ويشد هتطلعي جوزك من الدولاب وخذي منه ملعقة معيارية كبيرة ومزلقطة مشروح من الناشا وقلبي مasyك بالناشا اي مasyك تاخديه مني تأكدي ان فارد تجارب كان فيونه مال tengo قلبيه الحدو منه ي suasい واختفى تماما ان دلقة يا ابو شقلك قالوا لها قالوا لها ان انا جيت قبعد اشيرك قتمل سحى منك مش مشكلة ابيض ابيض نشع ابيض وفار و ابيض قالوا لها بي نشع بتاعك مع باقي مكوناتك يوضع هذا الماسك في الدو واللحظة لا يحفظ فتا اللاجة عندك خزينك اهو عندك خزينك قل القرى و ازاقود عليه ميت الرضا وعيش امي اللابي و اللفي لا هي الفون بطنك هو معا معك يا رب بتتعبين اني اذا حسيت ان هو مش متجانس لا يحفظ بياكل مش مشكلة بس هون من عندي انا كده مضبوط متزبط بسم الله الرحمن الرحيم هذا الماسك اللي امامك ده هون يفرد على بشرة نظيفة تصباحي بها زلنا بتصباحي على باقي بفنجان القحوة وتاخذ الزلقتي من سد الحنك اللي علمته لك من شوية وتفردي الماسك ده على بشرتك بالشكل ده حاسة ان هو مش ماسك بعضياته متقلقيش هيشد ادي ماسك الخميرة الجديد امامك اهو تاني كده 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 وحننزل دلوقتي بخالطة تانية ان شاء الله عشان اوريك ازاي تعملي فاس سيروم نحن نتحدى الغلق يترك على اقدم ما تحبي اجتمي بقى ذلك